السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل جدا الجيش الاسيوبي ينقلب على ابي احمد وعاجل امريكا تنقلب على ابي احمد وتعلن عن امر خطير وعاجل الحكومة تتخذ قرارات خطيرة اليوم وعاجل الحكومة تتخذ قرارات خطيرة اليوم بعد عودة رعب كورونا وعلى طريقة محمد مرسي ترامب يعلن الانتصار في الانتخابات الامريكية وعاجل ننشر لكم التفاصيل الهامة دفعات عربات سكة حديد روسية جديدة تصل لمصر بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي متابعين قناة مصر ميديا اي اي بي قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا الله جماعة الخير احنا بننشر لحضرككم اهم الاخبار في اخر 24 ساعة قبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الف لايك على هذا الانتو رجالة وقدها فجروا زرار اللايكات قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده وينزل يكتب تحية مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل اكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحية مصر انتو رجالة وقدها عاوز اشوف تحية مصر كتير في التعليقات وتعالوا نشوف تفاصيل اول خبر مهم معانا واء وعاجل جدا الجيش الاثيوبي ينقلب على ابي احمد كشفت مصادر ان قادة الجيش الاثيوبي رفضوا تنفيذ اوامر رئيس الوزراء ابي احمد بشأن احتلال اقليم تيجوراي كان ابي احمد قد امر الجيش بالانتشار في اقليم تيجوراي بعد اتهام الحكومة هناك بمهاجمة قوات الاتحادية في تصعيد كبير للخلاف بين رئيس الوزراء والاقليم وفي سبتمبر اجراء اقليم تيجوراي انتخابات تحد للحكومة الاتحادية التي وصفت التصويب بانه غير قانوني وتصاعد الخلاف في الايام الاخيرة اذ اتهم الجانبان بعضهم البعض بالتخطيط لخوض صراع عسكري وقال مكتب ابي احمد في بيان ان الجبهة الشعبية لتحرير تيجوراي حاولت في وقت مبكر من اليوم الاربعاء سرقت مدفعية ومعدات اخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك وقال مكتب ابي احمد في بيان لقد تم تجاوز الخط الاحمر الاخير بهجمات هذا الصباح وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية الى الدخول في مواجهة عسكرية وذكر البيان ان قوات الدفاع الوطنية الاثيوبي صدرت لها اوامر بالتنفيذ مهماتها لانقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق الى حالة من عدم الاستقرار وقال اقليم تيجوراي في بيان انبثه التلفزيون انه حضر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار ابي وان قيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيجوراي ولم يتسنى على الفور الحصول على تعليق من الجيش الاتحادي على ما اعلنه الاقليم وقال ديبريسون رئيس اقليم تيجوراي في مؤتمر صحفي ان حكومة ابي كانت تخطت لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على اجراء انتخابات سبتمبر ولم يتسنى الحصول على تعليق على بيان رئيس المزراء من ديبريسون او اي مسئولين اخرين في تيجوراي المصدر معانا كان من صحيفة الموجز المصرية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في منتهى الاهمية وعاجل امريكا تنقلب على ابي احمد وتعلن عن امر خطير للغاية اتهم رئيس الوزراء ابي احمد حكومة اقليم تيجوراي بمهاجمة قوات الاتحادية المتمركزة هناك وفي سياق اخر اعربت الولايات المتحدة عن عميق حزنها بسبب الهجوم الذي وقعه الاحد غربي ايثيوبيا وتسبب في سقوط عشرات الضحايا بينهم اطفال ونساء الى جانب احراق العديد من المنازل وقالت السفارة الامريكية في ايثيوبيا في بيان عبر فيسبوك نشعر بالصدمة والحزن العميق بسبب القتل الوحشي لعشرات الابرياء بمن فيهم العديد من النساء والاطفال في الاول من نوفمبر في منطقة وليجا الغربية في اوروميا وابدت السفارة انزعاجها الشديد مما قالت انها مؤشرات تشير الى ان العديد من الضحايا قد استهدفوا بسبب عرقهم وحثة الحكومة الاثيوبية على اجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذا الهجوم المروح كما طالبت بتقديم الجناء الى العدالة وفقا لسيادة القانون واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة على الفور لحماية المدنيين في هذه المناطق واجزاء اخرى من البلاد طبعا زي مولت الحضراتكم في شيء خطير جدا بيحدث في ايثيوبيا وذلك بسبب يعني ابي احمد ولكن هل السراءات الداخلية بين الجيش وانقصام الجيش هل ده هيكون بيأثر ايجابيا على القرارات المصرية في حالة اذا يعني فكرت في ضرب سد النهضة ام لا منتظر رأي حضركم في التعليقات عن هذه الاخبار العاجلة تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معنا وعاجل الحكومة تتخذ قرارات خطيرة اليوم بعد عودة رعب كورونا قالت مصادر بمجلس الوزراء ان المجلس سوف يصدر اليوم الاربعاء خلال اجتماعه الاسبوعي عدد من القرارات المهمة لمواجهة تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا والاقتراب من دخول الموجة الثانية حيث سجلت وزارة الصحة امس 197 حالة اصابة وهو اعلى معدلا منذ شهرين تقريبا واكدت المصادر ان المجلس تانية توانى عن اعلان قرارات العودة الى اجراءات شهر مارس الماضي والتي تمثلت في اغلاق الجامعات والمدارس والاندية الرياضية والمولات مع فرض حظر تجوال من السادسة مساء حتى السادسة صباحا واشارت المصادر ان اجراءات الغلق الكامل لن يتم اقرارها الا اذا خرجت الاوضاع عن السيطرة او ارتفعت اعداد المصابين والضحايا كان الدكتور مصطفى مادبولي رئيس مجلس الوزراء قد حذر خلال رئاسته للجنة ادارة ازمة كورونا من انه في حال عدم الالتزام سنضطر الاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على اقالتها من عثرتها في هذه الفترة وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي مشيلا الى ان عدد من الدول لجأت الى تطبيق الاغلاق التام مؤخرا وهو ما يدعون الى الالتزام حتى لا نصل الى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديا كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطبيق الاغراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات خاصة ان لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية مؤكدا على ضرورة التنصيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة في هذا الشأن واقال على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين وتأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس فان هناك عدم التزام من جانب المواطنين ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية وكذلك المولات التجارية وغيرها من الاماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها المصدر معنا كان من الموجس منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعاجل ربنا ربي يبال عننا هذا الفيروس ويبعدوا عن اهلنا وحبائبنا وخرجنا من هذا الفيروس على خير تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معنا وعلى طريقة محمد مرسي ترامب يعلل الانتصار في الانتخابات الامريكية اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء السلساء ان نتائج الاولية للانتخابات الرئاسية مبشرة واعتقد انني سافوز بفترة رئاسية ثانية واضاف ترامب خلال زيارة لمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري واضاف ترامب خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في ولاية فيرجينيا ان اداراته حققت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات محذرا من تأخير اعلان نتائج الانتخابات قائلا امر خطير للغاية وتواعد ترامب بان يكون هناك لقاح فعال فيروس كورونا المستجد في الوقت القريب واكد الرئيس الامريكي ان التصويت عبر البريد قد ينتج عنه نتائج سيئة وبدأت بعض الولايات الامريكية بفرز اصوات المقترعين في التصويت المبكر في كل من فلوريدا وجورجيا واريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا مع اقتراب ساعة الحسم وكان اكثر من 100 مليون امريكي قد ادلوا باصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع السلساء المصدر معنا كان من الموجز هل حضركم شايفين مين اللي هينجح يعني هل ترامب ولا بايدن رأي حضركم مهم جدا في هذا الامر وطبعا حضركم عارفين مدى اهمية فوز ترامب بمصالح المصرية الامريكية وتأثرها على العالم تعالوا نشوف مع بعض قبر تاني سريع ومهم عاجل ننشر لكم التفاصيل الهامة دفعات عربات سكة حديد روسية جديدة تصل لمصر اكدت مصادر مسؤولة بهيئة السكة الحديد انه متوقع وصول دفع جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا اتناشر نوفمبر الجاري بعد ادخال التعديلات التي طلبتها الهيئة في شكل الشبابيك لتكون حاجة لاشعة الشمس حيث تضم سبعة عشر عربة وستصل الى راصيف ميناء اسكندرية مثل الدفعات السابقة ووصول حتى الان 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية عادية ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية وتستقبل هيئة السكة الحديدية دفعات شهرية من الصفقة الاكبر في تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر وصفقة العربات الروسية 1300 تشمل 800 عربة مكيفة و500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقدمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عرب درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفين مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وتبلغ قيماتها ما يقارب 1 مليار يورو المصدر معنا كان من صحيفة الموجز جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا آي إي بي بحبكم جدا وحب تعليقكم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته